فاند نيوز نحكيه على تعيين الثونئة التونسي سامير كريشين وسمير مخلوف لإدارة مقابلات في بطولة العالم في مصر هذا التشريف للتحكم التونسي سبقوا أنه في البطولة العالم الفارتة الاخنيسي وبوعلو شاكين وثونئة تحكم حاضرين مش جديد المنديال المشاركة فيه بالنسبة لكريشين ومخلوف سبقوا أنه شاركوا في بطولة العالم في قطر في 2015 وكذلك مؤخرا في بطولة العالم في السيدات في اليابان الأخبار الثاني يتعلق بالميركاتو من أهم أبرز صفقات لشهدناها هذا الأسبوع النجم رديل السحلي قاعدت ويعيد في ترتيب البيت على مستوى التعاقدات تتعاقد مع اللعب فهم حمودة لظهير أيسر متكون في نيدي هيبون كان له تجربة مؤخرا في المغرب تحديدا في فريق حسينية قرسيف التعاقد صار كما قلنا بالنسبة للنجم رديل السحلي بعد ما تم تعيين سيد حافظ الرويت بي كرئيس فرع جديد في كرة اليد بالنجم أرياضي السحلي الانتداب الثاني باش نحكي عليه هو فريق مكيرم المهدية وعودة لعب أشرف خضر الظاهير الأيسر لفريق الأم فريق مكيرم المهدية اللي يتكون فيه أشرف خضر كانت له عدة تجرب خارج تونس احتراف في قطر في أهلي قطر في الشامل القطري في لبنين في صديقة لبنيني وينشارك في كأس إيسيا احتراف في فرنسا في فريق أنجه ويرجع الفريق مكيرم المهدية نحكي عليه بأكثر تفاصيل خطر في وقت ما اسمه تذكر وقت اللي يمشي في صفقة لفريق التراجر هذا التونسي ومكيرم المهدية على مستوى المهد دي ما غني مش منها كثير طبعا شوية نحكي عليه بأكثر تفاصيل في مستوى سوق المدربين بيلل النبتي يتعقد مع فريق هيلل الساكن الصعد حديث عن القسم الوطني بيلل النبتي عقوا نعرفه أنه كانت له تجرب سابقة في نادي ساقيت الزيد وقت اللي يتحصل على كأس تونس للأواسط مع فريق الأم فريق شبيبة القيروين ونختموه بفريق أولمبيك سليمان الهيئة المديرة الحالية أعند في وقت سابق أنا مهيش بش تكمل تواصل رئاسة الفريق وفم دعوة لعقد جلسة عامة انتخابية بش تكون يوم الأحد 30 نوفمبر قبل البنهار بش يتم غلق باب التراشحات وبيب الانخراطات بالنسبة للأحباء أهم حاجة ممكن نتقبلوها الجمهور الرياضي في سليمان هو تتشين الأرضية جديدة في قاعة سليمان وكما تشاهدوا في الصور أرضية حلوة برشة عصرية ولكن تقعد نقطة سلبية في قاعة سليمان هو عدم الجهزات أو توفير بالتحديد صبورة لمعا للقاعة هذه إن شاء الله سلطة الإشراف تدرك النقطة هذه حتى تكتمل الفرحة فرحة أحباء سليمان بالقاعة متاحهم